من 30 سنة 30 سنة ها كنت نايب روماتيزم في الأسر العين لما بدأت أفهم الدنيا ماشية زي وبدأ يبقى عندي مرضى بيتابع معايا بانتظام كانت طريقة اللي بعالج بيها وتابع بيها المرضى اللي عندهم أمراض روماتيزمية مزمنة زي الروماتويد المفصالي مثلا زي زي أي طبيب في الدنيا كانت هي العلم المعلومات الصحيحة المتاحة اللي عندي اللي أنا بدرسها عن طرق علاج المرض المختلفة واللي دايما هتلاقيها طبعا في فيديوهاتي عن الروماتويد على خلفية ودي بقى مهمة جدا جدا برضو على خلفية اني كنت بكون متعاطف جدا مع هؤلاء المرضى ودي باعتبرها حاجة مهمة مكملة للعلم اللي عند الطبيب عشان تبقى الخدمة أو المساعدة اللي بيقدمها الطبيب للمريد فعلا متكاملة بجد بالمناسبة شعور التعاطف ده شعور مهم جدا للمريد وللطبيب كمان زي ما هوضح لك بعد شوان بكون متعاطف جدا معهم لما يعودوا يحكوا عن معاناتهم مع ألم المفاصل وصعوبة الحركة ولما يحكوا عن مسؤولياتهم الكتيرة اللي مش قادرين يقوموا بيها ولما يحكوا عن معاناتهم أحيانا بسبب عدم تفاهم الناس اللي حواليهم للألام اللي هم فيها سواء في البيت أو في الشغر خلينا بقى هنا في الفيديو ده ندردش شوية عن جزئية إن الواحد يكون متعاطف مع الناس بسبب المشكلة اللي عندها وهو حاسس بمعاناتها كان دايما في الأول بيكون عندي بقى نقطة ضعف مزعجة بتنقى علي كل ما جي أتعاطف مع مريض وهي أني كنت بقولي نفسي أني ما عنديش المرض بتاحهم عشان أقدر أحس بيهم وأطيب خطيره وبالتالي كنت أقولي نفسي أنت مين أنت عشان تطلع على مريض بيصحى الصبح مفاصله متكتفة ومتيبسة 3-4 ساعات بعد ما يكون نام بالليل ده إذا كان نام أصلا من الألم عشان تقوله أنا حاسس بيك أنت مين أنت عشان تطلع عليه تطمنه تاخد بإيده أنت ما فيكش اللي فيه بتحس بيه إزاي عم الحساس أنت ابن مين في مصر إنت عشان تطلع تطمن الناس وتاخد بإيدها وإنت ما عندكش نفس المشكلة اللي عنده مش المفروض يبقى عندك نفس المشكلة بتاعت الشخص التاني عشان فعلا تقدر تبقى حاسس بيه وتتعاطف معاه ودي كانت مساب بالي مشكلة من الصغيرة فعلا هشتغل الشغلانة دي إزاي السنين الجاية والفكرة دي عملت أريفني كل شوية لكن مع الشهور حضرتك بدأت أخد بالي من حاجات تانية خلتني أعرف أنه أيوة ينفع أنه رغم أن أنا كحاتم أي نعم لا أعني من نفس المرض بالمعاناة الكاملة من الألام والتيبس اللي ممكن تكون يومية ومستمرة وعلى مدار أيام وأيام وأيام إلا أني لسه أقدر أشعر بيهم وأتعاطف معهم وأتعامل معهم بشكل إيجابي جدا جدا كمان وهقولك إزاي إيه الحاجات اللي أنا أخدت بالي منها أول حاجة هي أنه لو فرضنا أن أي مرض مزمن في الدنيا دايما هيجي في شكل أعراض مستمرة يشتك منها المريض طب ما هو كلنا عارفين أن أي واحد فينا أي واحد من البشر بيكون جرب ولو عينات صغيرة جدا من أنواع كتيرة من الأعراض والمعاناة في أول سنين في حياته بالفعل حتى من غير ما يكون جاله مرض مزمن ولا حاجة يعني إيه كل واحد فينا وقع أو تخبط أو تجزع وبالتالي عارف يعني إيه ألم في مفصل أي نعم عينة صغيرة من الألم والتيبس قعدت ساعات أو أسبوع بس جربها عنده تخيل ليه النهاردة أنت قدام شخص بيعاني من الألم ده ولكن في عدة مناطق عدة مفاصل في جسمه ومستمر معظم الوقت وده يخلي عندك نوع من التخيل اللي مش بطال أبدا لحجم المعاناة ويخليك تعرف تتعاطف بقلب جامد وتعطى عيد جنبه كمان وإيه على وزنها بقى أي أعراض تانية لأي مرض تانية كل واحد فينا جرب عينة من ألم في البطن في يوم الأيام وبالتالي يقدر يتخيل معاناة مريد عنده قولون تقرحي مثلا ويقدر يتعاطف معه كل واحد فينا تجرب عينة من صعوبة في أنه يقدر ياخد نفسه حتى لو كان بسبب أنه بينهج من جاري أو رياضة حتى مش من مرض وبالتالي يقدر يتخيل معاناة مريد تلايوف أو مثلا ويقدر يتعاطف معه كل واحد فينا أجرب أنه يبقى مكروب نفسيا حتى لو يومين ثلاثة او اسبوعين ثلاثة وبالتالي يقدر يتخيل معاناة مريض عنده اكتئاب ويقدر يتعاطف معاه يمكن لا يشعر بالزبط بزبط بكل حجم المعاناة لكن جرب عينات تكفي انه يبقى عنده ولو تخيل للمعاناة اللي المريض فيها وبالتالي بالنسبة لي بقى بالنسبة لمشكلتي مثلا بقى بالتالي مفيش منع يشتغل دكتور بقى من ناحية يدرس ويعرف العلم بيقول ايه وبيعالج المشاكل دي ازاي وفي نفس الوقت بقى يبقى عنده تخيل لحجم معاناة هؤلاء المرضى لان ده شيء مفيد جدا بتور مختلف بيخلي المريض يشعر ان في حد حاسس به وده بيقلل من معاناته على فكرة وبيدي الطبيب حماس اكبر انه يتطور الافضل عشان يقدر يساعد المرضى اللي بيتباحه بصورة افضل يبقى تحلت المشكلة ولما بقيت اسأل نفسي ابني مين في مصر انت عشان تطلع على مريض روماتويد تاخد بخطره بقيت اجاوبني واقولي انا ابني واحد من البشر اللي جربه ولو عينات صغيرة من كل انواع المعاناة وده اللي بيخلي البشر يقدروا يشعروا ببعض ويتعاطفوا مع بعض خلاص استريحت خلاص استريحت خلصت المشكلة بتاعتك كده يعمل متعاطف لا ده انا اكتشفت بقى الان احمين كده اكتشفت حاجة تانية تخليك مش بس تطلع عليه تطمينه ده تخليك كمان تطلع تعمله تنمية بشرية كمان بقلب جامد لقيت مع الوقت ان المرضى في موجهة معاناة مرض الروماتود على المستوى النفسي وعلى مستوى تعاملهم مع محنة الروماتود بينقسموا في الحقيقة الى ثلاث انواع مرضى حياتهم بتكون توقفت عمليا تماما بسبب هذا المرض سواء بسبب الالام بتاعته فعلا او مش بسبب الام شديدة ولا حاجة ولكن بسبب فكرة ان انا عندي روماتود والاعاقة النفسية للفكرة دي ممكن تعملها فيه لانها بتتسبب له في خوف كبير من بكرة غير مبرر احيانا والخوف ده ممكن يضيع منه النهاردة وبكرة مع بعض ده اول نوع وده حياته بتقف وممكن تقف معها حياة شخص تاني على الاقل من عائلته عشان ياخد باله منه ويرعاه وفيه نوع تاني ودول الاغلبية حياته بتفضل ماشية بس ماشية بتعرج لحد ما تتحسن بالتدريب يعني بيحصل له تأثر في حياته طبعا لكن ماشي حاله في الآخر بياخد علاجاته بيعافر يوم فوق يوم تحته بيعمل شغله مهماته اللي مفروض يعملها على قد استطاعته والعجلة بتفضل ماشية تالت نوع بقى هو سلالة من البشر بينضرب لها تعظيم سلام مرضى عانوا من المرض قد ما عانوا سواء بسبب الالم العضوي او التعب النفسي المصاحب له وقدروا يعدلوا حاجات في افكارهم هما نفسهم قبل افعالهم ونمط حياتهم ويتطوروا الى اشخاص جديدة اقوى واقدر على التعامل مع المحن بصفة عامة ومع الروماتود كمان بصفة خاصة وقدر بعضهم كمان مع الوقت انه يفرغ جزء من وقته عشان يدعم المرضى التانين اللي بيعانوا من نفس المرضى دول المرضى اللي انا لما بقعد معهم انا بقولهم وعلمهم ابحاث بتقول ايه في التعامل مع الروماتود وهم بيعلموني المحن ممكن تقول ايه وممكن تعمل ايه في تطوير الانسان عشان يصير اقوى واكثر صلابة واصلح لهذا العالم اللي احنا جينا فيه شوية ده وجود هذه السلالة الحديدية من البشر هو اللي خلاني اعرف انه جزء كبير من مشكلة النوع الاولاني من المرضى اللي حياتهم وقفت تماما ما كانش في شدة المرض في الاساس ده كان فيهم هما كان في ما صرت اسميه بعد كده مشكلة في فن ادارة الازمات ملكة لم تكن في ثقافته ولا في شخصيته وقت مجال الروماتود ملكاته واستعداداته للتعامل مع الازمات اللي ممكن يواجهها في حياته بصفة عامة هي اللي كان فيها المشكلة سواء المشكلة دي كانت روماتود او الازمة المادية اللي بيواجهها او الامتحان اللي هو لم يوفق ويهو اللي كان صائد فيه وهكذا يعني معنى كده ان الاية قلبت ومش بس ينفع اطلع على المريضة طمينه واخد بخطره المشكلة اللي كانت معطلاني الاول دي لا ده انا كمان ينفع نطلع عليه وانعدبه انه سامح لحياته انها تقف بسبب هذا المرض شوف الجبروت يا اخي بعد ما كنت من شوية بقول ابن مين في مصر انت عشان تطلع على عيان روماتود تاخد بخطره بسبب نوع ثلاثة من المرضى طالع دلوقتي اقول له لا يا حمادة ما لكش حقيقة ابدا تستأثر بالمرض كل هذا التأثر تعالى كلمك على استراتيجية التعامل مع الازمات او تعالى بس اعادك قعدة كده مع واحد من فريق ثلاثة من المرضى الروماتود وهو هيقول لك حاجات هبغير حياتك كلها وانا بالفعل احيانا بوصل مرضى عندهم نفس المرض ببعض بهذا الهدف وبتفرق كتير جدا فعلا معهم القوي المسيطر بياخد بايد زميله اللي لسه بس مش واخد باله المفروض يعمل ايه علشان يتعامل ارجو ان الفيديو ده والكلام اللي بين السطور اللي فيه يكون وصلك ايوه الروماتود من اهم الكلام اللي بين السطور اللي انا اصده بالتحديد الروماتود محنى موافقين بس هو في نفس الوقت المجال لانك تثبت شطرتك وجدرتك وانسانيتك في التعامل معه وبيكون باذن الله في حد يساعدك وياخد بايدك قريبك صحبك طبيبك مريض اخر عنده مرضك لو موجود حد من الناس دول خير وبرك ولو مش موجود برضو مفيش مشكل برضو خير وبرك انت لسه معاك نفسك استثمر في نفسك وانت هتشوف مرضود ما كانش يخطر ببالك كنت معاكم دكتور حاتم العيشي استاذ الامراض الروماتزمية بجامعة القاهرة واحنا هنا على قناتي قناة دكتور حاتم العيشي على يوتيوب قناتي عن الامراض الروماتزمية المختلفة عن طرق تشخيصها وترق علاجها لو عندك مرض مناعي وعندك خبرة متعلقة بموضوعنا تحب تشاركها معنا ضرورة تشترك في قناة ابني مين في مصر انت ولا في البلاد العربية التانية عشان تشوف الفيديوهات دي كلها ومتشركش في قناة اشترك لو سمحت في قناة شكرا اشوفكم على خير في الفيديو الجاي بازن الله